المعاشات في لبنان واطية سبب مش الانهيار، سبب تواطق مصر في لبنان والحكومة على الموظفين والعمال بتغطية من رئيس مجلس النواب ليثبتوا سعر الصرف على حسابهم. كيف بيصير هيدا الشي؟ من بداية الأزمة الاقتصادية خسرت المعاشات أكتر من 98% من إيمتها نتيجة تدهور سعر الصرف، وبالمقابل اتضاعفت أسعار السوق أكتر من 57 مرة. بدل تصحيح الأجور، أقارت الدولة مساعدات اجتماعية خجولة من خارج أصل الراتب، ليصير مجموعة اللي بيقبضوا الأجرة تسعى أضعاف أصل الراتب بس. الحجة الدايمة هي أنه إرادات الدولة ما بتكفي لتصحيح فعلي للأجور، بس العودة للأرقام بتفرجي حقيقة مختلفة. حالياً بتتجاوز وداية القطاع العام بمصر في لبنان 402 تريليون ليرة، يعني تقريباً 4.5 مليار دولار نتيجة تحصيل الدولة للضرائب الجديدة. بس هالضرائب عم تتحصل بالليرات النقدية، وحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري عم يجمع الليرات بحسابات الدولة عند مصرف لبنان، ومتفق مع الحكومة على سياسة تقشفية. بهالطريقة منصوري قادر يضبط حجم السيول المتداولة بالليرة بالسوق ويقلصها، وبالتالي يثبت سعر صرف الدولار، إنما على حساب موظفي القطاع العام ومعاشاتهم، وعلى حساب التقشف بالإنفاء الحكومة بكل المجالات.